وصل للقاهرة النهاردة الوفد المصري المشارك في الاجتماع الثالث لسد النهضة واللي وقت في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بصفاتهم مراقبين للاجتماعات خلال الاجتماع بحث الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية اللي بتحكم الملء والتشغيل والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وإعادة الملء بالإضافة للآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر بيعد الاجتماع استكمال للاجتماع اللي وقت الشهر اللي فات بالعاصمة الإثيوبية أديسة بابا والاجتماع اللي وقت في القاهرة الشهر الحالي شارك فيه ممثلين للولايات المتحدة الأمريكية كمراقبين وتم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وتم الاتفاق على استكمال المناقشات في اجتماع القاهرة المنعقد على مدار الاثنين والثلاث من الأسبوع الحالي ترجمة نانسي قنقر